نجي الآن لخيانة الناس خيانة الناس ملفها واسع اول نوع من خيانة الناس الخيانة المالية الخيانة المالية في بعض الروايات روح بعيد يعني اجي حتى الاداب اللي ميع واجب تعتبره خيانة مثلا انا اجي الى كوميل اقول لكميل انا في ضائق اقام بي منك عشر دينار عشرين دينار طرضة اذا قال لي ما اسمح لي ما عندي وهو عنده خيانة زي هو مواجب يعطيني بساعدة مستحبة بعض المروايات تتشدد حتى في الاداب تقول هذا نحمل خيانة بل في بعض الروايات اذا جاك ولي من اولياء الله عبد مؤمن يحتاج ما تساعده ما تقضي حاجته الله يبتليك بعدو من اعدائه يطلب حاجة منك ولا تجد بدا الا ان تقضي لي العدو يا عدو الله فتؤذر الله يحاسب سنة من الاسنين ناس ما يساعدون طلبوا منهم يساعدون صدان بعد الحرب فرض عليهم شدي فاللي ما يساعد المؤمن يبتلى يساعد عدو الله شوف الرواية عن امامنا الصادق يا ابا هارون ان الله تبارك وتعالى آلى على نفسه ان لا يجاوره خائن احد يجاور الله هي يوم القيامة وين يودون مجنة بس الحور ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يجاور الله فالله آلى يعني اقسم على نفسه ان لا يجاوره جاوره خائن قال قلت وما الخائن قال من ادخر عن مؤمن درهما او حبس عنه شيئا من امر الدنيا تحبس عنه محتاج انت مستفني هاي نعمل خيانة في رواية امامنا الصادق بعد التجار من افحش الخيانة خيانة الودائع شلون يعني يعني انا اشتغل على التاجر ومقليني في المخزن سمونا ستور تقول له وشيخ بارد قال والله تراوري اللي ينبلي الصالح يا شوي صاير قال يا اخوك دي لكسي رايح وسنكر جاعي وعصير رايح وقطي وين سويت قال وين سويت يا اخوك مو بس سنتر الشباب كل مش دي يا حبيبي انت مؤتمن شلون تخمر قال بعد شيطان لعب عليه حي تروح تعطيه تروح تعوضه ملازمة تقول له المهم يوصل الفلوس اللي اخدته المثل بمثله والقيمة بالقيمة بقيمته يتوصل اليه فلوسه مو لازم يدري تحطها خلاص ايه هادي صارت واجد ناس تابوا والله سهل عليهم سددوه شروا الرجال التجار الخوانة يجيب بضاعة مو اصلية ويقول اصلية ويجيب مو دواء يقول دواء ويجيب شي مو نافع يقول نافع ويجيب حليب مو ممزوج ويقول خالص ويجيب هاي كلها خيانة للناس وهذا السوق فيها شغيل اتذكر يوم الايام رح تشتري بوك هذا بمحفظة النقود قلت لي بجهم قال لي دينارين رفيك قلت لي واجد أنا ما بيخفضني قال لي اصلي دي لد اصلي تببي بعد اقل من شدي قلت لي لا 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 اصلي ما بيصلي ما بيصلي يقول لي اصلي دينارين في نفس الدقيقة قال لي اصلي دينارين هو نفسه فالسوق الشيطاف عايش هناك في بيت ابوه في السوق على كل حال الان احنا منجيب نماذج لبعض الخيانات اللي تقع المالية ساعات انا مندوب مشتريات او مبيعات مثلا مشتريات تقول لي الشركة افلان نعم الشركة محتاجة كمبيوترين روح جيب لنا بهالمواصفات ان شاء الله اروح الى المحل اقول لي بكم قال هذا الواحد بهالمواصفات بجودة ممتازة ماتين وخمسين اقول لي انسين توكع على الله اكتب جود الرصيد بيكتب خمسمية قلت تعال خمسمية ما نشتري منك شم تبقي انا مخبضونكم امبيع ستمية عجيب بأعطيك بخمسمية تبقي ستمية لا بناعطيك خمسمية بس اكتب ستمية مو لي الشركة اه اه ايه الا ما نجيك نروح لغيرك لا لا من اكتب ستمية يكتب ستمية او ادي واخد ستمية ومئة في الجيب وخمسمية لبايع الكمبيوترات هذي تصير واجد هذي خيانة هاي خيانة واحد يقول انا عاطيني بطاقة مع التأمين صحي والله والله اخوي مستفيد منها انا ما استفيد منها هذي خيانة واحد يقول والدي اخد السيارة ودعم بها ما عنده ليسا ورحتنا وقلتنا انا سويت الحادث والبي ما صلحت لي هذي خيانة واجدها مثل لو نذكرها واقعي الناس فيها لهذا اذا يجي الحاج تبدأ ملفات رد المظالم ايجونك شيخنا انا سويت انا فعلت انا كذا ليش تأجل لين بتروح الحاج حقوق الناس بادر اذا الا عني قصة بادر اي هذه واجد صارت عنده البعض ان يقع في مثلي هذه الامور شوف ساعات واحد يشتغل مفتش صحة طبعا انا ما اقصد البحرين لين بعض المفتشين رسل لي قال لي واذا سويت فينا انا ما اقصد هذا او داك او شي انا جي امثلها انا يسمعوني في البحرين انا برا البحرين انا وغيري مفتش صحة يروح اشوف الاطعمة جودتها ساعات من اوصل يقول لي التاجر حيالله الولد الغالي فلا انا جيب ليه كارتونين خليه يضوق من هالبضاعة ازينا انا اللي احبهم اعطيهم ايه اعطيهم وخليه الكارتونين قدامي قد ليا وراء قدعم مش ختمنا قدنا بضاعة في هالشروط الحمد لله تفحصت ما فحصت بس لان الكارتونين ومفعولها شفت من الممنين لما دعوا والي والي معاين لنا يقول يوصف الحلوية يقول كأنها مزجت خلطوها بريق حية او قيئها هذا التقي يقول كأنها حية قيئت وخلطنا الحلوية واش ما اكل انت ساعات لا احنا عدنا مناقصة على جسر ها بنعطيها واحد ما يطبق شي صح بس بيد هنسيرنا وساعات انا مفتش مهندس اجي اشوف سوى والمناقصة كما اتفقنا يقول لي شوف يا عمي انت مهندس وتعب روحك دارس ومعاشق هل قد تستاهل اكثر لكن انا اللي راح اعطيك بتعطيني ايه بعطيك شنو معاشق 1600 و1400 وانت مهندس تعب روحك انا اعطيك 5000 اكتب لك تشيك الان وبعدين بعدين الجسر اقول هذا فيه المواصفات واختمها واعطيه مع ان الناس اللي بتضرر اذا ما في مواصفات هذه الخمسة الاف اتراب اللي اخذها في المناقصة وسمعتون قصة الله العالم من صحته ان في العراق يقال ان هناك مسؤول اشترى اجهزة لكشف المتفجرات هي العوب مو اجهزة قل له هذا في الجيب هذا اذا صح يعني ارواح ماتت بالتفجير وهذا حضي على اساس ياخذ الفلوس اذا رحنا للمادة ما عدنا رحمة ما يهمنا احد همنا نكسب هذه هاي قساوة المادة حتى الام اذا راحت للدنيا تنسى عاطفتها تقول لها ولد شر ضعي تقول ماهم بيختروا بجسمي تقول لها قعدي اي اولادش كاتبارح المجمعي صديقاتي كل خدامة اياهم حتى الامومة تضرر اذا بوصل نحو الدنيا مو بعد ارحم الغريب واقول باشتري جهاز هاي مصيبة انتهينا من الخيانة المالية